اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات التاريخية الوطيدة الممتدة لأكثر من مائتي عام بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة تحظى بالاهتمام المستمر لتحقيق المزيد من النماء في مختلف أوجه التعاون والتنسيق بما يسهم في فتح مسارات أكثر تميزا للعمل المشترك على كافة الأصعدة ويصب في خدمة مصالح البلدين ويعود بالخير على شعبيهما الصديقين بما يحقق تطلعات حطرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا جاء ذلك لدى لقاء السمو حفظه الله في قلعة وينزر اليوم صاحب السمو الملكي الأمير وليام ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة المتحدة حيث نقل سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى صاحب الجلالة الملك تشارز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا وصاحب السمو الملكي الأمير وليام وتمنيات جلالته للمملكة المتحدة الصديقة دوام التقدم والتطور منوها سموه بمستويات التعاون المتنامية بين البلدين وما تشهده من تطور وتقدم والتي تستند في عمقها إلى متانة العلاقات الثنائية وهمية موصلة الدفع بها للوصول إلى التطلعات المنشودة وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي وتبادل وجهة النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك